السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انتم تكونوا بافضل حال وقتم صحة وارجعنا لكم وحلقة جديدة من حلقات مجنون يونايتد اللي حنتكلم فيها عن ماتش منشستر يونايتد وصارت بريتون في الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي الممتاز خلينا نبدأ كده في الاول بشوية احصائيات عن ماتش وبعد كده نخش نتكلم عن التشكيل المتوقع وحتى عن سير المباراة واول احصائية معانا بتقولك ان الفرقتين لعبوا في الدوري الانجليزي الممتاز بمسماه الجديد 6 ماتشات استطاع منشستر يونايتد ان يفوس في 4 ماتشات واستطاع بريتون ان يفوس في ماتشين وما حصلش بينهم اي تعادل في الدوري الانجليزي الممتاز بمسماه الجديد اما الماتشات توتل كده ما بينهم فهم اللعبوا 23 ماتش استطاع منشستر يونايتد ان يفوس في 15 ماتش وتعادلوا في 5 وفاز بريتون في 3 ماتشات كان منيهم ماتشين تحت امرت مورنيو أما بالنسبة للإحصائيات كده اللي بترفع المعنويات بالنسبة للجماهير بتعود الفرقتين فالإحصائيات كلها بترفع المعنويات بالنسبة لجماهير منشستر يونيتد وإن كان الفريق مش بيرفع معنوياتنا للدرجة أول إحصائية معنا بتقولك أنه آخر 3 مطشات ما بين الفرقتين قدر منشستر يونيتد أن يفوز في الثلاث مطشات بل أنه سجل على الأقل هدفين في كل مطش منهم الإحصائية الثانية بتقولك أنه آخر 4 مطشات قوي بالنسبة لمنشستر يونيتد استطاع فيهم أنه يحافظ على نظافة شباكو أنه يسجل على الأقل هدفين وكبان يفوز بالأربع مطشات يعني إحنا كده حنخش ننضغ برايتون إن شاء الله بالنسبة للإحصائيات دي نخش ننضغ برايتون كده آخر إحصائية بالنسبة لبرايتون بتقولك أنهما في آخر 10 مطشات لعبوهم على أرضية ميدانهم فشلوا في تحقيق الفوز في 9 مطشات منها يعني من الآخر كده فرقة ما بتعرفش تلعب على أرضها وإحنا بنعرف لنا في القوي في يعني كده ارفعوا مع نوياتنا يا جماعة ونفوز في المطش ده وبعدما قلنا شوية الإحصائيات دي اللي بترفع مع نوياتنا إحنا كمنشستراويين ومشجعين لليونيتد خلينا نخش على التشكيل وبالنسبة للتشكيل فأنا متوقع حاجة ولكن متوقع برضو في نفس الوقت قولي جولنر سولي شير هيبدأ بحاجة تانية أو بمعنى صح أنا بتمنى حاجة وقولي جولنر سولي شير هيبدأ بحاجة تانية فأنا هقولك التشكيل ناقص وبعد كده نتكلم في المراكز اللي أنا بتمنى مين يلعب فيها واللي متوقع إيه وقولي جولنر سولي شير هيعمله فيها بالنسبة للتشكيل فالتشكيل هيكون في حراسة المرمى ديخية وشو وماجواير وبساكة في خط الدفاع وماتيتش وبرونو فرناندز وفي الهجوم مارسيال وراشفورد وجرينوود انت سمعت الحدد دلوقات التسع لعيبة يبقى المشكلة عندنا على لعبين أول لعب معنا هيكون هو ليندولوف طبعا ليندولوف احنا شوفنا ان هو تسبب في هدفين قصاد كريستال بالاس وفي مقش الكاس انت لعبت ببايلي وبايلي أدى أداء حلو لكن طبعا كلنا متخوفين من بايلي لان ده راجل بيصيب نفسه راجل تلاقيه مرة واحدة فتح سبرينت ضرب فرامل إصابة اي عمل حاج مين عمل لك حاجة مفيش الهوى زق وقع إصابة هو ده بايلي أخر إصابة ليه كان تلتحم مع ماجواير ماجواير تعور فوق الحاجب وبايلي خدوه على المستشفى نقلوه على طول على المستشفى يعني راجل ما بيستحملش ولكن هو مدافع ييجي منه بيعمل حاجة يعني تحس ان هو بيخوف المهاجمين عارف لو المهاجمين دول بيضربوه مثلا ونقول إصابة من احتكاك مع المهاجمين يعني المهاجمين بيخافوا منه وضربوه ماشي مزعلش لكن الراجل بيسيب نفسه بنفسه على الرغم من أداءه اللي كل مرة بيقدي أداء يعتبر جيد جدا فأنا أتمنى أني أشوف بايلي وماشوفش لندلوف لأن لندلوف الراجل ما بيعملش حاجة ما بيعملش حاجة بمعنى ما بيعملش حاجة لكن أتوقع أني قولي جولنر سلشير حيبدأ بلندلوف برضو على الرغم من تقلق بايلي في مطش الكاس وساعتها ما تقوليش إدارة لا ما تقوليش أصلي هما ما جبلهوش مدافع لا أنت عايز تلعب بلندلوف أنت عندك مدافعين أنا حتى سومولنج الراجل اللي راح روما واللي حاليا يعني راح روما الموسم اللي فات واللي حاليا روما طلباه أتوقع أنه هو مستوى حيكون أحسن من لندلوف لو لعب فما تلعبش به ليه مثلا تستفيد منه كبديل الراجل بالنسبة لسمولنج عايز يحرق نفسه عشان فيه يورو آخر السنة وفيه ناس بتنفسه على الدفاع بتاع منتخب الإنجليز لكن لندلوف ده ضامن نفسه في السويد في السويد لندلوف أساسي إلا لو أنت خليته البقية الموسم ما بلعبش يبقى ساعتها السويد هتستغنى عنه لكن في السويد هم عجبهم لندلوف يا سيدي إحنا ما يعجبناش لندلوف فنخليه بره وندي فرصة لبايلي ندي فرصة لسمولنج نشوف يمكن يطلع حاجة أحسن ده بالنسبة لأول حاجة ما بيني ما بين سولوشاير تاني حاجة أنا أتمنى أن يشوف فاندي بيك لكن متوقع أني قولي جولنر سولوشاير حيلعب ببوكبة بوكبة الراجل جاي من كورونا يعني شفي من كورونا ما تدربش معاك وروحت لعبته أول ماتش على الرغم من أني قلت أن أنا كنت شايف أني فاندي بيك وانت قلت أني فاندي بيك جاهز فنزل فاندي بيك وبعدين نحن دايما نعتمد على الاختراق من النص لو نزل بوكبة مثل ما هو يعني أنا متوقع من قولي جولنر سولوشاير سنلعب أربعة، اثنين، ثلاثة، واحد جميل فهيبقى برون وفرناندز قدام لوحده بيحاول أنه مع الهجوم بالربط ما بين الهجوم بالربط ما بين الدفاع أنه هو يعمل حاجة وشوفنا الماتش اللي فات أن بوكبة كان سيء والراجل بتقطع منه الكورة ولا دريان بالدنيا ولا لهوش دعوة بالدنيا الكورة تقطعت هتهلي تانية يا جماعة عشان تقطع مني تاني ده اللي كان بيعمله بوكبة على الرغم من أنه ليه بلينتي بس سيبك من موضوع ده ده موضوع تاني لكن فاندي بيك الراجل متعود مع آيكس على التحرك بكورة وبدون كورة ولو نزل فاندي بيك هنغير الخطة لأربعة، واحد، اثنين، ثلاثة يعني حيبقى فاندي بيك وبرونو بيلعبوا جنب بعض ووراهم ماتتش وقدامهم السلاسي الهجوم ليس سيجد ان السلاسي الهجوم منه راشفورد وجرين وود يتأخروا عشان يساعدوا برونو ويددوله مساحة تمرير لا، هذا سيبقى معاه واحد تحت منه كويس جدا مثل ماتتش ويعرف يوزع له واحد جنبه متعود مثل برونو انه يلعب الكورة السريعة اللي هو لمسه ولعبة لمسه ولعبة فتواجد فاندي بيك جنب برونو فرناندز اعتقد انه سيدينا حلول كتيرة بالنسبة للاختراقات من العمق مع سرعة سلاسي اللي قدام مع انطلاقاتهم ما بين المدافعين فاعتقد انه سنعمل شغل حلو كويس على برايتون وخصوصا ان برايتون مش فرقة تقيلة اه فازوا الماتش اللي فات على نيو كاسل لكن نيو كاسل كان تعبان جدا 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 وفيه حاجة كمان تعتبر ايجابية بالنسبة لمنشستر نايتد في الماتش ده طارق لمتي غالبا مش هلعب ظهير لازم تبص عليه ظهير ايمن لازم تبص عليه هو جاي من تشيلسي لبرايتون الراجل في الماتشين اللي فاته قصاد تشيلسي وقصاد نيو كاسل لحد لما خرج مصاب عمل في كل ماتش استر راجل لو كان موجود كان حياخد شو واللي جابه شو في الناحية الشمال بتاعتنا دي رايح جاي رايح جاي وهو ضميره اللي يعمله في شو بقى يلبسه كبري يعد منه ويرفع اللي يعمله وبصراحة انا كنت يعني ايه حبقى مشفق على شو من طريق لمتي لو لعب لان الراجل في ماتش تشيلسي في ماتش نيو كاسل كتب الناحية اللي مين بتاعت برايتون دي باسمه كتب الناحية الفدان اللي في الملعب ده من الخط من الكورنر للكورنر رح كاتب عليه طرق لمتي كده مضى عليه وريني مين اللاعب اللي حيعرف يعمل حاجة معي لحد لما خرج مصاب قصاد نيو كاسل فاعتقد ان احنا يعني شو اقل من من ألونزو شو اقل ليس عارف اقول لك اقلم بس اعتقد ان طرق لمتي كان حيقدر يتفوق على شوف دي حاجة ايجابية بالنسبة لمانشستر ريو نايف سر المباراة طبعا احنا هنستحوز برايتون حيسيب لك الكورة او احنا هنجبر برايتون ان يسيب لنا الكورة باننا نلعب بساط ما بيننا ورجع الكورة الورا يا ابني وطلحها القدام شوية بدا يعدين رجعها تاني والكلام اللي احنا بنعمله بس اتمنى ان احنا نكون اجريسيف اكتر على المربع احنا نمتلك السرعات في خط الهجوم نمتلك انطلاقات كويسة نمتلك ممررين جيدين في خط النص سواء بورونو فرناندز او متتش سيب الخانة التالتة اللي هي بوكبا او فاندي بيك اتنين ممررين كويسين ولكن بوكبا بطيء شوية فاندي بيك اسرع منه كمان انت لو نزل فاندي بيك هتبقى بتمتلك واحد فنشر قدام المرمى رابع او خامس كويس جدا يعني باعتبار السلاسي الهجومي معهم بورونو فرناندز راجل كويس قصاد المرمى يقدر يفنش لك كور كتير ومتعود على الكلام ده في ايكس يعني في ايكس كان عندهم لا مركزية فالراجل متعود يلعب عشرة يلعب تمانية يلعب ستة وهكذا بس مايقعدش في مركز واحد على طول لا تحرك مع الكورة دايما فاعتقد ان احنا لو شوفنا يعني رسمتي انا لو شوفنا فاندي بيك في الملعب ان احنا هنسيطر ان احنا هيكون عندنا اجريسف اكتر على المرمى وان الملعب حيكون سهل بالنسبة لنا غير لما يكون بوكبة لان بوكبة مش في حالته بوكبة بطيق ضغط بريطن عليه ممكن يكلفنا هجمات مرتدة من بريطن خطيرة جدا واحنا ادفعنا باسم الله ما شاء الله يعني ماقولكش اقولك ايه يعني تحس ان انت عريان تحت فاهم ازاي يعني انت لابس فوق تشيرت عليه الايمة وميت فل و 14 بالنسبة للهجوم وخط النص تشيرت عليه الايمة هو اهما ممكن ما يكونش احسن حاجة بس تشيرت عليه الايمة تحت بقى انت مصيف مش لابس حاجة خالص يعني ما فاهم الله كده سايبها لله فاحنا مش عايزين نوصل للحتة دي بالنسبة التوقعي لنتيجة المباراة ويا رب المرة دي يعني ربنا انصفني فنفس النتيجة هي نفس تلاتة واحد بالنسبة لليونيتد وارب ما تقلب تبقى تلاتة واحد لبريطن النقطة الاخيرة بالنسبة لي هي اهمية المباراة جدا انت لازم تفوز المباراة دي لازم ما فيش حاجة اسمها اتعادل او اتهزم واعوض بعدين انت لو اتهزمت حيبقى انت فاقد ست نقاط وصاد فرق نهاية الموسم حتلاقيها بالصرع على الهبوط يعني اللي هو ايه فارق عن الهبوط بنقطتين بخمس نقط اللي هو يعني كان مطش واحد وتلاقيه بره الدوري اصلا فما ينفعش امال انت حتتعمل ايه مع الفرق اللي فيئة فرقة زي ايفيرتون لما تيجي تلعبها فرقة زي ليدز فيئين هجوميا هم اه ممكن يكونوا وحشين دفاعيا ولكن فيئين هجوميا وانت بتعاني دفاعيا فانت هتعمل ايه اصاد الفرق اللي بتقدم مستوى او المستوىها عالي هتعمل ايه اصاد الطب فرق الطب لما تيجي تلعب لفربولو ومانشستر سيتي لما انت بتفقد نقاط اصاد فرق بتعاني في نهاية الدوري انها تقعد في الدوري ولا لا اللي هو النقطة بحساب عندهم النقطة في نهاية الدوري بتبقى بحساب فاعتقد انت لازم مفيش حاجة اسمها حتمية انت لازم لازم باي شكل من الاشكال تفوز فماتش برايتل عشان تقدر ترجع الثقة بتاعت اللعيبة وثقتك في نفسك كمدرب ترجع وثقة الجماهير فيك كفاريق ترجع طبعا مطالبين ان احنا كجماهير بنتمنى ان نشوف مستوى ونشوف طريقة لعب في ارضية الميدان لكن انا عن نفسي انا عايزك تفوز باي طريقة اه حانتقدك ان هو مكانش فيه طريقة لعب حلوة ولكن هقول شكرا ان احنا فوزنا في النهاية دي كانت ريتي ورؤيتي لمباراة برايتل ومانشستر جونايتد في الجولة الثالثة من الدور الانجليزي الممتاز والمهم عندي رأيك انت تقول لي انت شايف المطش حينتهي على ايه و ايه اللي هيحصل فيه اتمنى ان تكون الحلقة دي عجبتكم ولو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة واشوفكم بقتم حال وقتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى